رحل بيليه انتهت حياة واحد اشهر يساطير كرة القدم عبر التاريخ نجم كان وبقى مثال للعديد من اللاعبين حول العالم ويعتبر بالنسبة للكثيرين افضل لاعب في التاريخ ولد بيليه في مدينة كراكوس بالبرازيل في الثالث والعشرين من اكتوبر عام الف وتسعمائة واربعين اسمه الحقيقي ايدسون ايرنتيس دو واطلق عليه تيمنا بالعالم الامريكي توماس ايدسون كما كان يلقب في عائلته باسم ديكو زملائه في المدرسة اطلقوا عليه اسم بيليه لسبب غريب وهو انه كان يلفظ اسم حارس مرمى فاسكولي جاما بشكل خاطئ ليلازمه ذلك الاسم بلفظه الخاطئ ولم يكن يحبه نشأ في بيئة فقيرة واحب كرة القدم منذ طفولته انضم لفريق سانتوس وهو في عمر الخامسة عشر ومن هنا سطع نجم مسيرة احترافية استمرت بين عامي الف وتسعمائة وستة وخمسين الى الف وتسعمائة وسبعة وسبعين لعب خلالها لناديي سانتوس البرازيلي ونيويوركوزموس الامريكي اما مسيرته الدولية مع البرازيل فكانت استثنائية وامتدت بين عامي سبعة وخمسين الى واحد وسبعين سجل بيلي اول اهدافه مع نادي سانتوس قبل ان يبلغ السادسة عشر وبات بعد ذلك هداف الدوري البرازيلي في اول موسم له مع الفريق مهاراته وموهبته التهديفية جذبت الانظار نحوه ليتم استدعاؤه لتمثيل منتخب البرازيل قدم بيلي نفسه للعالم اول مرة في كأس العالم ثمانية وخمسين في السويد كتب التاريخ من اول مشاركة بعدد من الارقام فقد اصبح في ذلك الوقت اصغر لاعب يشارك في النهائيات وسجل اول هدف منديالي في مرمى ويلز في الدوري الربع النهائي ليصبح اصغر من يسجل في المنديال لم يكتفي بذلك بل سجل هدفين في مرمى السويد ليقود منتخب السامبا للتتويج باللقب ويصبح ايضا اصغر من يرفع الكأس العالمية في النسخة التالية لكأس العالم توجب بيلي باللقب مع البرازيل على الرغم من تعرضه للاصابة وعدم اكماله البطولة وحقق لقبه المنديالي الثالث عام سبعين ليصبح اكثر لاعب يتوج بكأس العالم ويعتبر بيلي من انجح اللاعبين في التاريخ على الاطلاق وسيبقى بكل تأكيد في ذاكرة من عصره ومثالا في المستقبل بكل من لم يعيش في عصره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة